وثنائية مصرية في مباراة ملاوي ضمن التصنيف المؤهلة لبطولة أفريقيا ثنائية سجلها صلاح ومرموش في ليلة تقلق منتخبنا مبارح بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تلحية يعني مطش يمكن زود من تصنيف المنتخب المصري لأن أصبح المنتخب رصيده بالنتيجة دي ست نقاط في مباراة الأمس المباراة اللي كان الأداء جيد إجمالا ويعني خلونا نعرف قراءة تحليلية وفية عن هذه المباراة تحديدا هنتعرف عليها من خلال ضفنا في الأستوديو إسلام محمد الناقض الرياضي صباح الخير يا سلام صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا جمانة وصباح الخير يا مصر وكل ساون طيبين ورمضان كريم وليلة مصرية خالصا مبارح كنا بكل تأكيدنا تمناها والحمد لله يعني الجمهور القليل اللي كان متواجد مبارح الحمد لله إن هم روحوا فرحانين بصناقية مرموش ومحمد صلاح طبعا نجمي لفربول الإنجليزة طبعا يعني إحنا كلنا ساعدنا جدا بفوز المنتخب المصري بس زي ما إحنا بنقول كده إحنا دايما طمعين في الخير صعيم دايما لما بنحب كده نبص على الحاجة من منظور أوسع شوية بنبقى عايزين الخير بنبقى عايزين مصلحة منتخبنا الوطني بشكل عام شايف منتخب في صلاح ومرموش وأسامي تانية يعني محترفة فأهم الأندية بره بتلاقي منتخب أعذروني أنا مش بصراحة مش عارفة يعني بزبط تصنيف وإيه بس يعني مش يعني مش من أقوى المنتخبات يعني مش من أقوى المنتخبات منتخب عنده الأسامي دي سنائية ده نتيجة مردية بص أردنا يعني على أردنا بص أقولك على حاجة خلينا بس نتكلم في البداية إن فوز منتخب مصر بالأمس على منتخب ملاوك في الوقت اللي احنا فيه ده هو فوز مهم جدا 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 في ظل الظروف اللي المنتخب كان يعني بيتواجد فيها الفترات اللي فاتت يعني تخيل انت منتخب مصر كان بينهزم من أسيوبيا أسيوبيا يعني محترام للمنتخب الأسيوبي لما نجي نقيم منتخب أسيوبيا بجانب المنتخب المصري لا الوضع مختلف تماما ما فيش مقارنة أساسا يعني هو ما فيش مقارنة فتخيالي إن أي حاجة ممكن تحدث في كرة القدم عشان كده أنا مبسوط أنا مبسوط إن إحنا كسبنا أكيد إحنا سعاداء بالفوزي أسلام بس إحنا تخطى الفكرة دي أنت إحنا كسبنا ده طبيعي لا هو طبيعي إنك إنت تكسبي ملاوة خلي بالك لأن يعني لما نجي نتكلم عن عدي الفكرة أنت تتكلم كإمكانيات فريق قدابك يا إسلام إمكانياته المتواضعة جدا صحيح جدا يمكن الميزة الوحيدة اللي عنده هي السرعة في بعض الأحيان صحيح بص انت قلت نقطة مؤلمة جدا هو منتخب أقل من المتواضع كمان يعني خلاني نتكلم بكل أمانة منتخب مصر كان يفوز 6-7 مرتاح جدا وهقولك على حاجة من غير كمان محترفين لخالي أنت بتلعب فول تيم يعني أنت معك محمد صلاح معاك عمر برموش يعني أنت تقريبا معاك الكوة الضربة بتاعتك كاملة ولكن أنا بتكلم على الظروف بقى والأجواء المحيطة في المنتخب خلال الفترة اللي فاتت أي إيه الظروف بقى ما أنا هقولك بص يعني الظروف الموضوع مختلف تماما يعني لو جينا تكلمنا عن فترات منتخب مصر القديمة بقى مش هنقولي القديمة قوي جيل الزهب آه الجيل الزهب اللي كان مع الكابتن حسن شحيطة أعتقد الموضوع كان مختلف بداية من الاتحاد اللي كان متواجد طبعا برئاسة الأستاذ سامير زهر كابتن سامير زهر الله يرحمه كنت هتلاقي منظومة متكملة كنت هتلاقي الجيل اللي متواجد نفسه اللعبة اللي كانت موجودة بتلعب كان الموضوع مختلف تماما معها الانتماء روح التشيرت التشيرت منتخب مصر يعني إحنا لما كنا بنيجي نتكلم عن منتخب مصر كنت ممكن تقول يا جمانة إن الجيل ده يلعب لو ما فيش اتحاد كهرة حتى لو ما فيش اي حد موجود مدرق قيمة اللي بيعمله مدرق قيمة التشيرت اللي بيعملت أكيد طبعا المشكلة دي بقتي في اللعبة ولا إيه اللي بيعمل قص اللعبة هي منظومة متكملة الحقيقة يعني هي منظومة متكملة لو وجدنا تكلمنا هنلاقي إن الفترة اللي فيتك كان فيه خلل داخل اتحاد الكورة أنا كنت أتمنى شخصيا فين دور الكابتن محمد بركات فين دور الكابتن حازم إمام خاصة إن الصنائي دول هم الصنائي القروي الأقوئ جدا داخل اتحاد الكورة ولكن فين دورهم مع المنتخبات لو جينا بصينا الفترة اللي فاتت كنت هتلاقي كل المشاركات اللي احنا دخلناها في الأعمار السنية بتاعت منتخباتنا ما فيش حد يعني المحصلة في الآخر إيه سفر احنا كل المنتخبات بتاعتنا خرجت من التصفات اللي كانت مشاركة فيها تخيل تخيل بنخسر من أسيوبيا بصنائية أول مرة تحصل في تاريخ مصر تقريبا تخيلي بعديها بتخسري من كوريا من كوريا في مباراة دي باربع أهداف نتيجة نتيجة إلي جدا احنا منتخب مصر مع احترامي المنتخب كوريا بعد كده بيرحل الكابتن إهاب جلال وبيبكى اتحاد الكورة فنقدر نقول هنا هي منظومة متكاملة أنا بس يعني كنت كل مرة بناشد بناشد يعني أن أي حد بييجي يوضع على كرسي اتحاد الكورة لابد أن هو يشتغل للصالح العام للصالح العام لصالح الكورة المصرية السيرة هي اللي بتفضل طبعا سيرة الشخص اللي كان متواجد هل هو الفترة اللي كان متواجد فيها هل هو مؤثر فيها ولا صحي هو ده اللي بيفرق طب خلينا نرجع لمباراة الأمس لأن يمكن شفنا تراجع كان ملحوظ في الشوط التاني تحديدا وما كانش فيه ضغط كنا نقدر إحنا لو ضغطنا شوية اللي إحنا نغير النتيجة طبعا برضو بتلاعب منتخب ضعيف جدا ولكن ده المفروض كان حافز لك أكتر ده المفروض كان حافز لك أكتر إنك إنت حتى تستعيد تستعيد جزء كبير قوي من ثقة جماهيرك اللي شفنا مبارح العدد الجمهور اللي شفنا مبارح أنا ما كنتش أتوقع أبدا إن إحنا ممكن نشوف المنظر ده تخيل أنت عشرين ألف تذكرة مطروحة ولكن العدد اللي كان موجود مبارح هو عدد قليل جدا الجمهور حتى نوعية الجمهور حتى اللي كانت متواجدة غير نوعية الجمهور اللي إحنا كنا نشوفها زمان ما يمكن الجمهور شايف إنه هو المباراة مش مستهلة إنه يبقى فيه مؤذرة أو لنا أكون موجود جنب المنتخب في هذه المباراة لأن زي ما احنا اتفقنا هو فريق إمكانياته محدودة فريق إمكانياته محدودة ولكن أنا كلاعبة لعبة منتخب مصر أنا كلاعب داخل منتخب مصر في الوقت الحالي ده أعتقد إن انت كنت لازم ويجب عليك إنك تكسب منتخب ملاوي بذكر كبير بذكر حتى انت رجع حتى يعني هيبة منتخب مصر الهيبة نفسها شخصية منتخب مصر ما هي دي فكرة شخصية منتخب مصر دايما دايما كان الجميع بيرهن عليها حتى بشرط لو ما كناش إحنا أحسن منتخب ولكن الروح كانت بتتغلب على أي منتخب تخيل إنت إحنا كسبانين منتخب إيطاليا إنت البرازيل كسباك في بلاس تسعين بالعافية بكل نجومها كنا التاسع على مستوى العالم لما بنجي نتكلم عن مصر ما بين دول أوروبا إحنا ما بتكلمش عن مصر أفريقيا بس لا إحنا كنا بنقول منتخب مصر التاسع على العالم هوية المنتخب شخصية المنتخب شخصية هؤلاء الجيل أنا كنت أتمنى إن هم يستعيدوا الثقة الكبيرة من جمهورهم ده عشان بعد كده أنت اللي هتبقى محتاج الجمهور خلي بالك الجمهور عايز يرجع السقة من جديد دي نقطة مهمة الجمهور مش هرجع السقة الواحدة وبرجا حنكون وقعين صحيح يعني أنا فاكرة في وقت ما كنا منتفرج على كهس العالم رجينا من كهس العالم يعني عندنا حزن آه طبعا سعداء جدا 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 بالأداء منتخب المغربي سعداء جدا بس في نفس الوقت عندنا حزن منتخب المغربي والمنتخب الصعودي والمنتخب التونسي بص يعني خلاص هو الفوارق كلها تزللت ما بقاش فيه فوارق صح أي منتخب أي منتخب دلوقتي عينه على لقب أو عينه أنه هو يروح بطولة كبيرة خلاص موضوع التشريف يعني عارف أنت اللي هو التمثيل المشرف ده خلاص بقى انتهى يعني خلاص لأن خلاص ما بقاش فيه فوارق كبيرة يعني لو بصيت على كل المنتخبات خلاص ما بقاش فيه فوارق صح فطبيعي أنك أنت رايح بطولة بحجم بطولة كأس العالم يا إما أنك تروح جاهز يا إما بالنسبة لي أنا ما راحش خالص دي نقطة مهمة جاهز نفسك بجد جاهز نفسك عشان يوم ما تكون موجود تبقادر تنافس تبقادر تنافس مش رايح تمثيل مشرف فقط لاغي لأن احنا مصر كبيرة جدا تعبنا بقى التمثيل المشرف بس يعني اللي احنا موجودين طبعا أكيد أكيد مش معقول أنا كل مرة أبقى سعيد قوي أبقى سعيد قوي إن أنا رحت ومش معقولة ومش معقولة وحاجة يعني يعني أنا لغاية دلوقت مش متخيلة احنا كسبنا منتخب ملاو احنا ما كسبناش ما كسبناش الكاميرون ولا السنغار ولا تونس ولا الجزائر عشان ينزل رئيس اتحاد الكورة يا هن اللاعبين برضو مع احترامي مع كامل احترامي احنا شوفنا فترط ليس لا لا أبدا أبدا احنا شوفنا مبارح طرق حامد حجازي كهرباء انظرات بالجملة صحيح شايفها ايه السبب فيها بب بص هو يا احمد مش ايه السبب فيها هو انت أساسا انت بتلاعب زي ما قلت لك منتخب عشوائي عشوائي بكل ما تحمله الكلام بمعنى يعني ممكن انت ممكن كلاعب ممكن تتهور بدون ما تقصد أساسا أو هو ممكن يعني أصدق خطوات مش مدروحة لا لا هو بيلعب معاك هو كل اللي بيتمنى ان ما يطلعش منك بذكور يعني هو جاي أساسا خايف منك ولكن انت ما استغلتش ده برضه انت المفروض بقولك كنت تطلع عمبارح مش أقل من 7-8 انا فاكر انا فاكر احنا كنا باللعب منتخبات زي منتخب مثلا النميبيا ده كان بيجي عندنا هنا كان الكابتن عب حميد باسيون الله يمسيب الخير يعني وربنا يديره الصحة كان بيسجل بالصبر هترك فيهم انا متذكر كنا في مباراة في اسكندرية باللعب منتخب نميبيا كسبانوه 8 8 وزعلانين انت متخيل وخلي بالك بشرط انت وقتها ما كانش عندك لعبة محترفة انت مبارح بتلعب منتخب ملو وعندك فولتي جايب له الصفو وعندك فولتي موب المناسبة محمد صلاح وصل للهدف رقم 50 بعد الكابتن حسام حسن مباشرة يعني محمد صلاح بقى الهدف بعد الكابتن حسام حسن برصيد 50 هدف هيجي محمد صلاح رقم 2 ده بالمناسبة بس عشان الناس برضو تبقى عارفة الارقام دي لان الارقام دي مهمة جدا محمد صلاح الحقيقة عمل طفرة مع المنتخب زيارة كمان تريزيجي بالامس طبعا كان متواجد في معسكر المنتخب وكان متابع كمان المباراة اعتقد هي كانت حاجة مهمة ولفتة طيبة جدا ولكن هرجع للمباراة محمد تاني بتاعت ملاوي طبيعي جدا طبيعي انك انت تكسب ملاوي راح جاي وطبيعي كمان اني لما اسيوبيا كمان تجيلك بقى هنا اصلا احنا مش خلاص احنا مش هنستنى نتائج سلبية تاني مش هينفع مش هينفع احنا منتخب مصر لما نجي نقول منتخب مصر بيلعب غينيا واسيوبيا وملوي انت دايما بتقول منتخب مصر الاول طيب يعني هيخد بقى من كلامك وانت بتتكلم عن منتخب مصر وملوي والمباراة الاداء ده متش 27 مارس بقيت الجولات نكمل الجولة الرابعة او الاداء ده ينفع نكمل بي هيوصلنا الحاجة ولا لا بص اقولك على حاجة هو من حصن حظنا يعني وده بفضل ربنا علينا يعني ان احنا هنلاعب ملاوي الجولة الرابعة كمان يعني احنا مش هنلاعب غينيا خلي بالك لان غينيا يا احمد في المستوى هي اعلى اعلى من ملاوي اعلى من اسيوبيا فكويس ان انت هتلعب تلعب كورا اه فكويس ان انت هتلعب في الجولة الطالتة والربعة جمالة نفس المنتخب اللي هو ملاوي انا ما عنديش ادنى شك او اي مشكلة ان احنا نروح نكسب خلي بالك ملاوي هناك وده عمر طبيعي يعني يا جماعة هو اللي مش طبيعي ان كنتوا فاكرين ان انتوا هتروحوا هناك مثلا فترجعوا لنا بتعادوا لا هو مش طبيعي عبدا مش هنغضى لا مش هنقبل اساسا مش هنقبل هو طبيعي انك انت تروح تجيب التلاتة بنت من التلاتة نقاط طبعا من منتخب ملاوي وترجع بيهم ده امر طبيعي جدا احنا بنشوف يا جماعة منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال بتلعب المنتخبات الاوروبية ومتحسش باي فوارق خالص صحيح يعني بتلعب الارجنتينو وبتلعب الورازينو لا طبعنا لا لا يعني خلاص احنا حتة دي بقى كسرت فكرة انه المنتخبات العربية ما تقدرش تنفس لا ينتهد وشايفين احنا هنروح باي دي وكسل العلم اشرفنا كسل العلم الأخير ولا كسل يا جماعة في محمد صلاح اللي قدر يبقى هداف ليفر بول صحيح ويتعايش وغيرهم من المحترفين اللي قدر انه يوصل للمكان ده بمنتهى البساطة هم مفيش حاجة هم مش ساحر على فكرة تعال انت دلوقتي يا جمانا تابعي تابعي الصحف والمنشطات والقناوات الاجنبية لما بتجي تتكلم عن مواجهة محمد صلاح او الفرق ازاي اللي بتواجه محمد صلاح هتواجه ازاي او هتتعامل ازاي مع محمد صلاح طبعا فهو زي ما انت ما قلت هو واجهة مشرفة احنا خلاص تخطينا بقى المرحلة دي تخطينا مرحلة ان احنا نستنى ان احنا هل هنكسب منتخب ملوى لا طب هنعمل ايه مع منتخب اثيوبيا لما يجلنا هنا يعني احنا مفهود عدينا احنا خلاص عدينا المراحلة دي هجمانا وبعدين هم موضوع اللي علاقة فعلا لا ببنية بقى جثمانية لا 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 ولا بزروف ولا يعني بأي شيء اكتر من انه احنا شفنا حتى في كاس العالم شفنا دول ما كانتش خالص بتلعب قرى وفجأة طوروا نفسهم صحيح ولانهم موجودين موجودين بقوة هل في مقرنة هل في مقرنة يعني لو بصيت على الاسماء بتاعت منتخب ملوى واسماء منتخب مصر هل في مقرنة ما بين هنا وهنا مفيش خالص انا مش هقولك بقى محمد صراح لا ده انا هقولك اللعيبة حتى المحلية اللي عندنا هنا او اللعيبة اللي بتلعب في الدوريات العربية زي مثلا احمد حجازي مفيش مقرنة خالص مفيش مقرنة ما بين منتخب مصر مع احترامي وما بين التلات منتخبات التانيين اللي معنا في المجموعة ولكن صحيح احنا اللي وضعنا انفسنا في هذا المقصق الكبير ولازم احنا نخرل نفسنا يعني احنا بنحاول ان احنا نبتدي صفحة جديدة نتمنى الصفحة دي تكون ابتدت من انبارح صحيح زي ما هلنا المنتخب الولومبي نخوزهم طبعا على منتخب زمج نتمنى بقى ويكون فيه فريق واحد وانحقق فوز بارقام اعلى من كده